لم يزل الإطار التنسيقي المتعنت أمام مطبخ الحكومة الجديدة متحفظ على ما أسماها محاولة إقصاء لمماثليه من تشكيل الحكومة المقبلة كاشفا عن خيار الذهب إلى المعارضة أو المقاطعة للعملية السياسية لكن خيار المعارضة التي يريدها الإطار تتشابه مع ورقة زعيم الطيار الصدري الذي تحدث أيضا عن المعارضة وما بين المعارضتين مبادئ مختلفة فالصدر الذي فتح الباب لمن يحسن الظن بهم أكد أن الذهب إلى معارضة في البرلمان بعنوان المعارضة الوطنية هو أمر يخدم بناء البيت السياسي العراقي الحديث على مبدأ لا تبعية أو تجاوز على القانون وهنا يطرح سؤال المتبادر إلى الأذهان عن حديث التنسيقيين في الذهاب إلى معارضة لأنهم شعروا بالإقصاء فما تلك المعارضة وما نوعها وما شكلها أما الإجابة الشافية التي طرحها الصدر في ورقته التي لم ولا يريد التراجع عنها وعنوانها حكومة أغلبية وطنية تأتي في مضامينها المعارضة الوطنية التي تتفق مع خدمة العراق سياسة واقتصادا واحتراما لسيادة القانون في الحالتين يريد الصدر أن تتشكل الحكومة على نهج أغلبية وطنية ولم تتواجد كلمات مثل الإقصاء في تفاصيل التصويت على رئيس البرلمان لكن المتابعة للمشهد يعي محاولات وضع العوائق في طريق الموقيت الدستورية أو تعنت بعض السياسيين الرافدين لفكرة نهج سياسي جديد أما الخطر الأكثر ضربا لمستقبل العراق فهو المتمثل بالتخل عن مصلحة البلاد العلية والوقوف على عند سياسي قد لا يفضي إلا إلى استغلال ما قد ينتج من فراغ دستوري على يد الإنفلات واللا دولة